أزمة جديدة تصدرت المشهد العراقي بعد اعتراف وزارة العمل وشون الاجتماعية الحالية بتسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قصري مؤكدة تلقيها لآلاف الشكاوى ضد أصحاب تلك الشركات والمشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات الوزارة أقرت أن تسريح هؤلاء العمال تم من دون سابق اندار فضلا عن عدم منحهم لحقوقهم المالية مشيرة إلى أن عددا كبيرا من العمال في القطاع الخاص يفتقرون لضمانات مكتوبة مما سهل عملية التسريح من قبل أرباب تلك المشاريع موضحة أن بعض الشركات استبدلت العمال العراقيين بعمال من جنسيات أجنبية وعربية تسيما في المطاعم والفنادق والمشاريع الاستثمارية نقابة العمال من جانبية حملت المسئولية كاملة إلى السلطات قائلة إن الحكومات المتعاقبة أجبرت الكثير من العمال على التسول نتيجة لإهمال هذه الشريحة التي تعد الأكبر في العراق ومن أكثرها مظلومية رغم إقرار تشريع يلزم جميع الشركات الاستثمارية بتشغيل خمسين بالمئة من العمالة الوطنية لسيما أصحاب الشهادات والحرفيين في مختلف القطاعات إلا أن القانون كان مجرد حبر على ورق بحسب المراقبين الذين أكدوا أن الفساد الحكومي وهيمنة الأحزاب والميليشيات على كثير من المشاريع ساهم بشكل مباشر في تعطل المشاريع وتلكؤها الأمر الذي أدى إلى تسريح هؤلاء العمال عبء جديد يأتي بالتزامن مع ارتفاع نسبة البطالة في العراق لنحو 40% لتتكدس في البلاد جيوش من العاطلين وليرتفع معدل من يبيتون جوعا أو يقترضون ليأكلوا من الثلث بحسب الأمم المتحدة إلى نصف سكان العراق وأكثر